عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده جده اللي هو الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى السخرة فلم يستطع يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعان درع ذات الفضول ودرع فضة استعملهما صلى الله عليه وسلم احتياطا لعلمه بأن الكفار كانوا يحرصون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأن لبس الدرع والاحتياط هو عين التوكل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم علمه أن الله سبحانه وتعالى وعده أنه يعصمه من الناس إلا أنه كان يأخذ بالأسباب على أكمل وجه ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم كمال التوكل فقال فنهض إلى السخرة فلم يستطع لأنه كثرت الجراح على النبي صلى الله عليه وسلم والآية التي فيها أو الله يعصمك من الناس تدل على أنه لا يقتل من الناس حتى يبين رسالة ربه ويبلغ ما أراده الله منه ولكن لا يقصد بها أن يعصمه من أن يجرح أو أن يعاني أو يتألم أو غير ذلك مما ورد